ولكن انت ركست على كلمة وانا حبيت انه نتوسع فيها في هذه المرحلة ذكرت انه السلام من خلال البر البر ليه ذكرت هذه الجملة لانه السلام الحقيقي سلام داخلي فقبل مصنع سلام خارجي لازم انا داخليا اكون في سلام عشان انا داخليا اكون في سلام لابد من ان الله يأتي ليشفي اعماق الداخلية لانه كلمة السلام زي ما قلنا في الاول تعني الصحة فقدان السلام يعني فقدان الصحة انا مش صحيح من الداخل انا ممزق من الداخل فانا محتاج شفاء داخلي محتاج علاج داخلي انا اولا قبل ان اذهب الى اي اخ او اي اخت او اي جهة عشان اصنع معها سلام واحدة من معاني السلام شلوم اللي هي الكمال اللي هي الكمال معانا انت قطع وحدك بالزبط لا تتميز بالصحة والسعادة والرخاء والازدهار والبركة والرحة الضمير والنفس كل انواع البركة دا من السلام مرتبط في البركة لانك انت قطعة واحدة وان بيس مش كده بالزبط احنا البشر من الداخل بسبب الخطيئة كم قطعة من جوه قطعة اشلاء اشلاء داخلية اشلاء داخلية ممزق من الداخل فانا محتاج وعالك داخليا مين مين يعالجني داخليا محدش عندي فقط المسيح لانه الكبار تصالحه والشعب ما في حد ياخد حقه يعني احنا قبل ما نعلن صلح مع شعوب اخرى خلينا اقول من الاخر يعني انا بتكلم اسا كفلسطينيين قبل ما يكون في سلام مع اسرائيل انا من جوه لازم اتمتع بالسلام انا لازم احصل على السلام الداخلي نعم وطبعا انا اقولها بكل جراءة ولكن بكل محبة وانه احنا كشعب لازم يكون في عنا التناغم والانسجام والمحبة وعدم الكرهي اذا احنا الشعب ممزق فكيف نصنع السلام مستحيل مستحيل لانه لانه فقد الشيء لا يعطي ده مبدأ اكيد الكل موافق عليه فاذا كنت انا داخليا في مرارة وفي كراهية شديدة وفي رغبة في قتل واحد الله خلق وزي ما خلقني فمعنى كده انا من جوه محتاجة اتعالج الوحيد اللي يقدر يعالج الداخل لابد من صنع سلام داخلي هذا السلام الداخلي لابد ان يصنع بطريقة صحيحة على اساس من البر في العلاقة مع الله في العلاقة مع الله فقد السلام بسبب دخول الخطيئة عشان كده اصبح الانسان خائف من الله مش في سلام مع الله فاصبح الانسان في عداوة لله فهو ينظر الى الله بخوف وبكره بدليل رغبته في صنع بدليل رغبته واستمراره في صنع الشر ليه؟ ليه؟ مش بيحب الله بيكرهه فاذا واضح او بستشف من كلامك في سلام الله نعم وسلام مع الله نعم وإيه الفرق؟ السلام مع الله اي انا كنت في حالة كراهية لله مش الله اللي بيكرهني الله لو بيكرهني ما يخلقنيش والانسان مخلوق على صورة الله والانسان مخلوق على صورة الله نعم والله لو بيكرهني كان يدمرني من زمن ويقدر بكلمة يدمرني انا ليه لسه موجود؟ لانه بيحبني كل الانسان لسه عايش على الارض ليه؟ لان الله بيحبه فعشان كده مش المشكلة ان الله في عدوة معي انا في عدوة مع الله بسبب رغبتي الداخلية في العصيان فعشان كده اذا رجعت الى الله بتوبة وهنا الله ارسل المسيح ليموت على الصليب ليضح حجر الاساس القانوني للبر لان عشان السلام يرجع مع الله لابد من كفارة لرد حقوق الله في قصة انا بحب اقولها على طول يا استيس نزارة في يوم الايام كان فيه رجل غني رأى اسمه فيليمون اشترى عبد اسمه اونسيموس اونسيموس سرق فيليمون افترض انا حضرتك فيليمون وانا اونسيموس حضرتك السيد الحلو والرائع اللي نزلت سوق العبيد واشترتني انا عبد عندك سرقتك وهربت فانا سببت له خسائر وسببت لنفسي خسائر وانا هارب منك انا خايف منك مش كده من حقق قانونيا تعقبني في نفس الوقت انا فقدت المأوى وفي نفس الوقت انا مودان لاني سارق وهارب من سيدي دي حالة الانسانية في العلاقة مع الله اتدخل بولس قبل ما يصنع سلام بين الاتنين فيليمون اللي هو حضرتك خسرت لابد من رد حقوقك قبل ما اونسيموس قبل ما انا ارجع عندك البيت مرة اخرى قبل ما انا العبد ارجع عندك البيت مرة اخرى لابد من رد حقوقك ليه ليكون رجوعي على اسس قانونية صحيحة من البر لو بولس جاء لك يا فليمون يا استيس نزار انت راجل غني وربنا موصح عليك والوقت سامح ده ده عبد غلبان اه والمسامح كريم فبيخليك تسمحني اه بس مش على اساس من البر حقوقك هدرت دلوقتي لما يروحوا يصنعوا سلام في الفترة لو صنعوا سلام يا رب يقدروا يصنعوا هدنة وسلام مؤقت احسن احسن من الحرب طبعا اي سلام افضل من اي حرب نعم اي سلام شكلي افضل من الحرب هل هيقدروا يعملوا تعويضات للي قتلوا هل هيقدروا يعملوا تعويضات لمن كسرت كلوبهم في الطرفين مش بكلام عن طرف واحد لا والدول العربية في سوريا والعراق واليمن والليبيا والسودان واليمن والسودان والافغانستان مين دي يعوض هاي الارواح اللي قتلت من اخوة يعني نعم مسلمين قتلوا مين اللي يعوضهم والتعويض على اساس ايه فين الكبار سلمت عليه وصنعت صنعت سلام هدنة مين المحاسب لا مين عشان كده بيصنعوا سلام مش على اساس من البر على حساب المظلومين وعلى حساب حقوق مهدرة بوليس هو بيرجع أونسيموس لفليمون بيرجعوا على اساس من البر ازاي بوليس لابد ان ترد حقوق فيليمون بالكامل نفس القصة احنا لما هربنا من الله بسبب الخطيئة جاء المسيح ابن الله الحي ليرد لله حقوقه في مزمور تسعة وستين يقول آية خطيرة جدا حينئذن رددت الذي لم اختفه احنا خطفنا احنا أهلنا الله بعسياننا احنا كسرنا القوانين الإلعية ونستحق العقوبة وجي المسيح حمل العقوبة عننا ورد لله كل حقوقه فالآن نرجع لله على اساس من البر وهنا لما سلام مع الله بطريقة بربنا يسوع المسيح بطريقة قانونية بربنا يسوع المسيح بموته الكفاري على الصليب فإز قد تبررنا بالإيمان لما سلام مع الله بربنا يسوع المسيح اشتركوا في القناة